أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أمر الجيش الأمريكي بإرسال مهمة لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة عبر البحر المتوسط وأوضح بايدن في خطابه السنوية حول حالة الاتحاد أنه ينبغي على إسرائيل أن لا تستقنم المساعدات كورقة مساومة معلنا أيضا عن إنشاء ممر بري في شمال غزة لتسهيل وصول المساعدات في خطابه السنوي حول حالة الاتحاد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أمر الجيش الأمريكي بإرسال مهمة لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة عبر البحر المتوسط وأوضح بايدن أن المهمة لن تكون عبر وجود فعلي للقوات الأمريكية على الأرض في غزة وإنما سيكون عبر الوجود في البحر المتوسط بايدن أعلن في خطابه أيضا عن إنشاء ممر بري في شمال غزة لتسهيل وصول المساعدات وقال إنه لا ينبغي على إسرائيل استخدام المساعدات ورقة مساومة كما دع الرئيس الأمريكي إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس وقال إنه يواصل العمل من دون توقف من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة قد يستمر ستة أسابيع بايدن أبلغ الكونجرس بإعطائه توجيهات للجيش الأمريكي للقيام بمهمة طارئة لإقامة رصيف مؤقت على ساحل غزة لاستقبال السفن التي تحمل الغذاء والماء والدواء ووحدات الإيواء المؤقتة يأتي قرار بايدن الخاص بإنشاء الميناء المؤقت وسط تحذيرات الأمم المتحدة من تفاشي الجوع بين مليونين وثلاثمائة ألف فلسطيني في القطاع في ظل حرب مستمرة منذ نحو خمسة أشهر بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس ويواجه بايدن ضغوطا متزايدة من أعضاء حزبه الديمقراطي بشأن دعمه للعدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر والذي أدى إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين في القطاع معظمهم من النساء والأطفال الأبرياء